رزاك الله خير إذن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج نعم وفيه فضل كبير نعم يكره على الحاج أن الواقب عرفة أن يصوم يوم عرفة حتى يستطيع أن يؤدي العبادات ويستطيع أن يؤدي الذكر والأداء ولا ينشغل بغير الدعاء وبغير أداء المناسك على وجهها الأكمل في يوم عرفة أما يعني غير الحاج يسن في حقه صيام هذا اليوم ولا يفوته حتى لو جاء يوم عرفة في أي أيام جمعة سبت ولذلك يا أستاذنا كثير من الناس ما يعني يسألون هذا السؤال نعم أحييك عليه هذا السؤال وهو إذا جاء يوم عرفة موافقا ليوم السبت وهذا هو الحاصل في هذه الأيام وهذا العام إذا جاء يوم عرفة موافقا ليوم السبت يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت بأنه يوم عرفة فهو يصومه لما كان فيه من يوم عرفة وليس لأجل يوم السبت لأنها تعلقت بسبب تعلقت بسبب نعم فالمقروه هو إفراد يوم السبت بالصيام هذا هو المقروه نعم لكن إن أراد أن يخرج من هذا الإشكال فله أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وفي هذه الحالة لا يجوز أن يصوم يوما بعده لأن الذي بعده هو يوم نحن لكن يصوم يوما قبله فيجوز له أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت نعم هذه المقولات تستند إليه أيضا الشافعية في قضاء الصلاة نعم فيما بعد العصر أي أبر له سبب يختلف عن وقت الكراهة نعم ففي أوقات الكراهة يعني أوقات الكراهة لا يجوز فيها الصلاة التطوعية لكن إذا كانت صلاة لها سبب كصلاة الفريضة لمن كان غائبا أو نسيها أو نائما فالسيقظة فيصلي أو حضرة جنازة فيصليها في هذا الوقت وليلتفت إلى أوقات الكراهة نعم أيضا هنا صيام يوم عرفة هو في سرب نعم نعم